تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز الأعمال الإنشائية في مركز رعاية الجرحى بمنطقة الوديعة الذي يجري تجهيزه بدعم وإشراف من قيادة القوات المشتركة وخلال الزيارة طلع رئيس هيئة الأركان ومعه قائد قوات الدعم والإسناد في القوات المشتركة لتحالف دعم شرعية اللواء الركن سلطان البقمي على مستوى تجهيزات في المركز الذي سيخصص لجرح القوات المسلحة والأمن والمقاومة اليمنية كمركز متكامل للعلاج والرعاية والتأهيل وثمن الفريق بن عزيز مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وقيادته في مختلف المراحل وعلى مختلف الأصعدة معبرا عن الفخر والاعتزاز بالجهود المبذولة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الكبيرة إلى جانب القوات المسلحة اليمنية ودعمهم وتعاونهم الفاعل في الجوانب العملياتية واللوجستية والتدريبية اشتركوا في القناة